في السنتر عندك بتعملي سبغة ولا بس علاج؟ لا بدعمل سبغة وخوصل وكل حاجة أكيد عارفة أن السبغة برضو يعني ساعات بتبوز الشعر أيوة إيه الروتين اللي البنات يعملوه علشان يحافظوا على شعرهم بعد السبغة؟ حمامات الكريم فيه مسكات طبيعية بتتعمل بتبقى حلوة أنا بواجهها ليهم اللي هي زبدة شية جميلة سيرم سيرم معالج للشعر حاجات طبيعية أنا بعملها برضو بيستخدموها بيستخدموها إيه تاني بالنسبة لإيه كنا بنكلم عن إيه؟ كنا بنكلم عن إيه؟ كنا بنكلم عن السبغة أيوة السبغة بعد على فكرة السبغة بفاش السبغة لما تكون مفاش خوصل وتفتيح بتبقى طبيعية جدا على الشعر السبغة لو سبغتي كل شعر مفاش مشكلة غير الخوصل التفتيح هو اللي بيأثر على الشعر التفتيح التفتيح هو اللي بيحرق الشعروية أصلا هي مرة في السنة أو مرة كل السنة كل سنتين تعمله إنما السبغة عادي مفاش مشكلة مفاش آمونيا عادي بتستخدميها على الشعر بعد كده حمامات كريم برضو على فكرة الكويس للشعر إن إنتي مش دامة تغسلي بالشامبو على فكرة مرة شامبو حمام كريم ومرة حمام كريم بس عايزين بقى نشوف الفيديو الجميل ده دي سبغة طبعا آه شوفي إزاي ده تفتيح ده تفتيح من تحت حاجة جديدة البنات بتحب تعملها الجزء اللي تحت بقى فاتح روش كده أيوة حركة جديدة بتحس إن الشعر داخل فيه لونين حلوة قوي لو رفعت شعرها كده عملته كحكة آه طيبة مختلفة شعرها صح بصي هو ده الترمين ده الترمين هو ده الترمين شوفي اللمعين فيه نسبة اللمعين والترايين فيه قوية جدا نخليه كأنه يعني زي ما بيقوله كده حرير أيوة فيه لمعين وفيه ترايين مش واقف زي البروتين البروتين اللي واحده البروتين سعب ببوز أصلا والناس بتقلق منه دلوقتي بتقولك كنينة شعري تسقط منه وبعد كده اتعودتي لازم كل شوية أعمله يعني الترمين لو الجدور بتطلع كويسة ما بتطلعش مكسرة قوي زي البروتين ودي طفلة عندك كتا اه دي صغيرة جدا بصي عندنا السن ده دايما بيعمل السن ده دايما بيعمل فبصراحة هو آمل للأطفال والحوامل واحنا بنتفادى الحاجات المخاطر القديمة بنفكر فيه ايه هي المخاطر القديمة وبنتفادى في الحاجات الحديثة بعد كده